اشتركوا في القناة في تونس في نهاية دور الأبطال 2006 قبل اللحظة اللي سجل فيها أبو تريكا هدف التعادل للأهلي والبسبب وأحرز أنه دي الأهلي واحد من أغلى الألقاب في اللحظة دي في اللحظة اللي قبل الجون على طول كنت قايم بسقف أنا والناس اللي بتفرج معا يعني علمتش بسقف للعيب على الرغم أنه إحنا على بعد خطوة أو خطوتين دقيقة أو دقيقتين من فقدان اللقب في بطولات وفي مناسبات كتير جدا 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 عودنا فيها الأهلي يكون بعيد ويكون وصوله لمنصة تتويج أو تحقيق لقب شيء أشبه بالمستحيل ولكن الأهلي كان دايما بيجي من بعيد وكان المحرك الأول والأساسي في ده الجمهور دوريات كتير جدا كنا فيها بعيدين كل البعد عن الصدارة وقدرنا في نهاية الموسم نفنش أبطال اللقب وفي مطشط كتير جدا وبلس سسعين تشهد مدرسة من مدرس الأهلي البلس سسعين تشهد أنه الأهلي بيقاتل دايما حتى النفس الأخير فرصنا مازالت قائمة أنا بقول ليه الكلام ده وبالأرقام وبالحسابات أنا دايما الحقيقة الأهلي عودني أن أنا مفقدش إيماني ولا ثقة فيه حتى وإحنا مش في أحسن حالاتنا وخليني أستعرض مع حضراتكم جدول الترتيب قبل مواجهة مهمة جدا بشوفها ممكن إلى حد كبير جدا تأثر على فرص النادي الأهلي في الوصول لمنصة تتويج وإحراز لقب الدوري خلينا نشوف جدول الترتيب قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز النهاردة المباراة اللي هتطلعها بالتسعة مساءًا في صدارة الجدول الزمالك برصيد 63 نقطة من 27 مباراة وفي المركز الثاني وراب أربع نقاط وتحديداً بتسعة وخمسين نقطة نادي بيراميدز برضو من 27 مباراة الأهلي بيجي في مركز الثالث برصيد 55 نقطة ولكن من 26 مباراة يعني متبقيل ومباراة أقل من الفرقتين اللي في المركز الأول وفي المركز الثاني نتائج النهاردة إزاي ممكن تأثر حسابية خلينا أقول لحضراتكم أنه بداية وصارت الزمالك النهاردة تحي وتجدد أمال النادي الأهلي بقوة وبشدة ليه؟ في الحالة دي رصيد نادي الزمالك هيبقى من 28 مباراة ثابت على 63 نقطة والأهلي هيبقى قدامهم مباراتين أقل من الزمالك ب6 نقاط احنا منتكلم طبعاً افتراضاً أنه الأهلي لابد عليه ده شيء مفروغ منه طبعاً أنه الأهلي يحقق العلامة الكاملة في كل المباراة المتبقية ليه في هذه الحالة يكون السيناريو زي ما أكلم حضرتك كده لو الأهلي لعب المباراتين الأقل من الزمالك فيهم يوصل رصيده من النقاط ل61 نقطة في الحالة دي يبقى الأهلي ينتزق تعادل واحد في واحدة من مبارات المتبقية وبرضه بأكد مرة تانية لشالناس كتير جداً بتلعب على نغمة أنه الزمالك لعب أصعب مباراته الأصعب لم يأتي بعد ومش الزمالك بس لو نتكلم كورة الأصعب لم يأتي بعد للأهلي والزمالك وفراموس كل المطشاط المتبقية في عمر مسابقة الدوري هتبقى مطشاط صعبة جداً بصرف النظر عن ترتيب الفرق الكل بيقاتل على النقطة مش على الثلاث نقاط النقطة النهاردة تفرق بشكل كبير جداً في تحديد مصير فرق وخصوصاً في معركة الهبوط الساخنة جداً والمشتعلة جداً واللي مع كل جولة من جولات الدوري بتتغير فيها عرف لعبة الكراسي الموسيقية بتحصل دايماً في قاع أو في آخر جدول الترتيب فبالتالي خسارة الزمالك النهاردة هي النتيجة الأهمة بالنسبة أو النتيجة من وجهة نظر كلها وجهات نظر كلها وجهات نظر تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ تحتمل أنك تقتنع بيها أو تحتمل أنك تختلف معيها أنا بقولش قانون لكن في النهاية لو ثبت أن الزمالك رصيده يثبت عند 63 نقطة ورصيدك وصل ل61 نقطة دخلت بشدة وبقوة في المنافسة وتنتظر تعادل وحيد للزمالك في مبارياته المتبقية في حالة تعادل الاثنين يوصل رصيد الزمالك ل64 نقطة ورصيد بيراميز ل60 نقطة وهنا نرجع لنفس السيناريو ما قبل مباراة المقاولون والتعادل وخصارة النقطتين أمام المقولين العرب هنا هيبقى الفارق بيننا وبين الزمالك ثلاث نقاط وبدل ما ننتظر تعادل وحيد ننتظر في الحالة دي خصارة وحيدة لنادي الزمالك وده شيء وارد جدا 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 في عمر المباريات المتبقية هنتناقش ونتكلم وندخل في التفاصيل واللأسف دايما يعني كنا بنتمنى والحياة أن الفارق كان واسع جدا بيننا وبين المنافسين كان عندنا في محفظتنا عدد كبير جدا من نقاط يدينا صدارة الدوري بقى ريحية لكن قدر الله ومش أفعل والخصارة احنا تعودنا كده الأهلي كده يعني يعني جمهور النادي الآية طول عمره يمكن شوية السوشال ميديا غيرت من ثقافة الجماهير يمكن عدم موجود الجمهور في المدرجات ولو أن الحقيقة بشوف نمازج أكتر من رائعيني جماهير النادي الآية بتضرب مسر رائع في مساندة الفريق في كل الموارات وعلى الرغم من عددها قليل لكن إحساسي أن الأستاذ بتبقى مدرجاته مليانة لكن في النهاية تعودنا دايما في الأهلي حتى لما بنخسر الأهم أن نقوم ونقف ونرجع أقوى وأفضل وأحسن من الأول النهاردة فيه موضوع مهم جدا هنتكلم مع حضراتكم فيه وهنترحه طبعا وهو زيادة عدد المقاعد للقرارات الخامسة اللي هتشارك فيه بطولة كاس العالم 20-26 واللي بعتقد أنها بتدي فرص أكبر نتمنى بقى يعني إذا كان هيوصل فعلا وكل ما يطار في الإطار ده من الكواليس بيقول أنه عدد المقاعد اللي هتاخدها قرارة إفريقيا في حال زيادة أو إقرار زيادة عدد المنتخبات اللي هتشارك فيه نسخة كاس العالم 20-26 لـ 48 منتخب عدد مقاعد القرارة الإفريقية هيوصل لعشر مقاعد إيه الحكاية وإيه القصة والرواية التفاصيل هتكون معنا في السادسة بس خلونا قبل ما نبدأ حلقاتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم